أهلا بكم أحباء الكرام في عجالة نذكركم بالحلقة الماضية فبدأنا الحديث عن أقدم مخطوطة قرآنية في العالم وهي طر الصنعاء أو طر الصنعاء وقلنا أن معظم المختصين في هذا الموضوع أجمعوا على أنها كذلك يعني أقدم مخطوطة في العالم وقلنا إن قراءتها تختلف عن كل القراءات الرسمية أو القراءات التي اعتبرت شادة بزيادة ونقصان واختلاف الكلمات بمعنى المتراضفات ثم أشرنا إلى بحث مشترك بعنوان صنعاء وأصول القرآن للأستاذ بهنام صدغي من جامعة ستامفورد الأمريكية ومحسن جدرازي من جامعة هارفورد وقلنا إن هذا البحث أكد على أقدمية هذه المخطوطة بعودتها إلى ما قبل حجاج ابن يوسف التقفي ولي الخليفة عبد الملك ابن مروان على العراق وأعطينا مثال كلمة شرعة في صورة المائدة 48 فكانت في الأصل شريعة وهذا ما وجدناه في هذه المجموعة يعني في الرقعة بن هامس 2000 ثم بدأنا الحديث عن مقال الأستاذة أسماء هلالي بعنوان أي طرص صنعاء وتقديس القرآن عناصر جديدة وقلنا إنها اعتمدت على مقطعين فقط من أصل 38 رقعة ففي الرقعة الخامسة والرقعة الـ 11 الرقعة الخامسة تقول الأستاذة هلالي عند بداية صورة التوبة كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم ثم عاد الناسخ في السطر الموالي وكتب عبارة لا تقل بسم الله وأكمل صورة التوبة واستنتجت أي الأستاذة هلالي أن هذه المخطوطة هي تعليمية للطلاب وليست في الأصل مصحفاً معتمداً في ذلك العصر لأن عبارة لا تقل بسم الله تعلم الطلاب على أن البسملة لا تقال في بداية صورة التوبة بما يؤكد أنها أو أن مصحفاً آخراً معتمداً وهذه مجرد رقعة للتعليم جميل نقارن الآن بين ما قدمته الأستاذة هلالي وما طرحه كل من الأستاذ باهنام صدغي وزميله محسن جدرازي نلاحظ قراءة مختلفة بين المرجعين ففي نهاية السطر الثامن الأستاذة هلالي تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى آخره والأستاذين الإيرانيين يقولين في نفس السطر بسم الله الرحمن الرحيم هذه خاتمة صورة أ يعني الأنفال السؤال ما هي القراءة الصحيحة؟ طبعاً المقطع شاحب ولا تظهر سوى بعض الحروف القليلة إذا أخذنا بنظرية الأستاذة هلالي تواجهنا ثلاث إشكاليات الأولى لا معنى لتكرار عبارة براءة من الله ورسوله مرتين يعني في السطر الثامن والسطر التاسع ثانياً في طرحها لا تقول بسم الله فهل نحن بصدد الكتابة أو القراءة؟ فالمفروض أن تكون عبارة لا تكتب بسم الله براءة من الله ورسوله ثالثاً الألف واضح تماماً في آخر السطر التامن لماذا أغفلتها الأستاذ هلالي؟ وتقرأها بدناً من لا تقول بسم الله كما جاء عند الأستاذ بهنام صدغي وزميله محسن جدرازي الأنفال قرأها الأنفال أما بالرجوع للطرح الثاني فالسؤال مطروح هل هناك ما يعزز نظرية بهنام صدغي وزميله؟ الجواب نعم نجد فاتحة صورة كدا أو خاتمة صورة كدا على سبيل المثال في مصحف بريزينو بيتروبوليطانوس عند صورة لقمان على سبيل المثال ومخطوطة لندن أور 2165 في صورة طاها وهي العبارة بالحبر الأحمر حتى لا تشوش على القارئ ولتفنيد نظرية الأستاذ هلالي انظر كلمة الأنفال تشبه تماماً لا تقل في صورة الأنفال إذن نظرية الأستاذ هلالي لم تكن صائبة المقطع الثاني الذي اعتمدت عليه الأستاذ هلالي هو من الرقع 11 تقول الأستاذة أن الناسخ كتب عبارة وعطوهم ما رزقكم الله كتفسير لمقطع وآتوهم من مال الله الذي أتاكم وذلك في صورة النور 33 وبالتالي هو بحسب تفسيرها يعني قطعة تفسيرية أو تعليمية وكأن الرقعة رقم 5 التي تحدثنا عنها ليس في هذا النوع من القراءات في السطر الثاني من نفس الرقعة مكتوب بأموالهم وأنفسهم بدلاً من والذين آووا وناصروا في صورة الأنفال 74 نلاحظ مرة أخرى أن الأستاذ هلالي حكمت على النص برمته على أنه نصاً تفسيرياً وتعليمياً لكن الإشكالية أن النص فيه كذلك زيادة ونقصان على طول الرقع الثمانية والثلاثين لم تتحدث عنها الأستاذ الهلالي هناك قاعدة علمية في دراسة المخطوطات أغفلتها الأستاذة أسماء تقول إن النص الأقدم يكون أقرب إلى النص الأصلي من الذي يأتي بعده وبما أن طر الصنعاء هو الأقدم فلا يمكن إلا أن نقول هو الأقرب إلى الأصل تصوري لما وصلت إليه الأستاذ هلالي نابع من العاطفة لكونها مسلمة تونسية تدافع عن فكرة إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فقللت من شأن هذه المخطوطة الفريدة من نوعها والأقدم في العالم ليشاع بين العامة أنها مجرد نسخة لتعليم الطلاب فقط وهذا ما شاع فعلاً ويوجد بعض الشيوخ يقولون بطرحها وهذا ينقص من مستاقيتها كباحثة ما لم تعترف بخطائها لقرائها على الأقل وختاماً لهذا النقاش العلمي كنت أتمنى من الأستاذ الباحثة أسماء هلالي قبل أن تعرض مقالها هذا طرص صنعاء وتكديس القرآن عناصر جديدة طبعاء سنة 2010 أن تراجع على الأقل نتائج الدراسات الدراسة الأولى للدكتورة إليزابيت بوين في المجلد الثالث الصادر سنة 2008 لمعهد إنار الألماني وكذلك الدراسة الثانية سنة 2009 شكراً على انتباهكم وإلى اللقاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر